تعرف منذ يومين عديد المناطق بولاية تيرت عواصفا رعدية متتالية ومحملة بالبرد كانت سببا مباشرا في إحداث خسائر فادحة بمزرعات الحبوب كان أكبرها على مستوى منطقة المطرونية التي سجل فلاحوها تضرر مئات الهكتارات فيما يخص الفلاحة ما خلوالو الحجر لحد الآن ما زالت نوالو فهذه الهكتارات المتلفة من الحبوب المختلفة أصبحت غير صالحة حتى كألاف للماشية كما أن عدم تأمينها مشكل آخر يواجه الفلاحون في قضية التعويض هاي قائنا راح تنمكاش نافعتنا داكن الزويل زويلة ومتاكناش قاعدت كيمة عكتينها راحت فات عليها ركتو فيها منطقة كاملة كاملة منها راحت كامل الفلاحة ركتو الفلاح كلا صاري له مكا اللي جا طرع ليه والله دار والله قالوا ساكين مكا نوالو حزار خذاء ما خلوالو الحجر حيا ما والسلطات ما دارت علينا موالو ما فيها اشتعمل له لا سيرونس ما كيش ما درناش لا سيرونس ما جبناش زرية أمدوك نزرع من عد نابر فقط ففي وقت ينتظر الفلاحون جنيا محاصيلهم الزراعية يبقى فلاحو منطقة المطرونية يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية التي حرمتهم انتاج هذه السنة مطالبين بسيغة تعويضية في القريب العاجل